اندلع 19 حريق في غابات ولايتي هاتاي وميرسين الجنوبيتين وتشاناكالي في شمال غرب تركيا وذلك في ظرف 24 ساعة هذه الحرائق حسب وسائل إعلام محلية التي اندلعت منذ يوم الأحد تعزى أغلبيتها إلى موجة الحر التي تشهدها البلاد والمنطقة حيث من المتوقع أن تفوق 49 درجة في المناطق الجنوبية الحدودية مع سوريا وإلى حدود الساعة فإن عمليات إخماد الحرائق متواصلة مع تسجيل تدمير منازل وإخلاء احترازي لبعض القرى وتشهد تركيا مثل جنوب أوروبا موجة حر شديدة وحذرت السلطات التركية من خطورة اندلاع حرائق الغابات هذا وانضمت طائرات ومروحيات لجهود إخماد الحرائق في منطقة بيلين في محافظة هاتاي وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في قيامهما بالتسبب في اندلاع حرق بيلين كما أضاف المسؤول التركي أنه جار العمل للتعرف على المشتبه بهم في المحافظات والنواحي الأخرى التي اندلعت فيها الحرائق ترجمة نانسي قنقر